قال مسؤول أمريكي إن مصير الهدن المقترح في غزة يعتمد على موافقة حركة حماس على أطلاق صراح فئة محددة من الرهائن بعد أن قبلت إسرائيل إلى حد كبير الخطوط العريضة للاتفاق وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية وإضاف أن المسؤول قال إن إطار التهدئة موجود وقبله الإسرائيليون عمليا وقال إن الفكرة الآن هي مع موافقة حماس على هذا الموضوع مشيرا لأنه يمكن أن يبدأ وقف لإطلاق النار اليوم لمدة ستة أصابيع في غزة إذا وافقت حماس على إطلاق صراح فئة محددة من الرهائن أفدت مصادر لقناة الحدث بأن حركة حماس سوف ترسل ردها النهائي على الوسطى خلال الساعة المقبلة أشارت المصادر إلى وجود خلاف حول مدة الهدنة وعدد الأسرة وقالوا إن حماس طالبت بزيادة مدة الهدنة والأعداد التي سيتم الإفراج عنها فيما أيضا بالمقابل ترفض إسرائيل الإفراج عن بعض الأسماء التي اقترحتها حماس كما طلبت إسرائيل الحصول على كشف تفصيلي يتضمن عدد الأسرة وعدد الذين لقوا حتفهم كما طلبت بمعلومة أكبر عن الأسرة العسكريين